في فترة الحكم الروماني وتحديدا سنة ثلاثة وستين قبل الميلاد سيح لهم الملك بحكم عدد من المناطق تحت ولايته ولد سيدنا عيسى عليه السلام في بيت لحم بمعجزة من الله واتهم بنو إسرائيل السيدة مريم في حملها وكانوا السبب الرئيسي في مقاتلة الرومان للنبي عيسى عليه السلام مما جعل المسيحيين مضطهدين في تلك المنطقة على الرغم من أن التوراة بشرت بقدوم نبي يسمى يشوع إلا أن اليهود لم يؤمنوا به وظلوا متمسكين بالدين اليهودي المحرف في سنة ثلاثمائة وأربعة وعشرين ميلادية أمر ملك الروم قسطنطين الأول بمنح الأمان للمسيحيين وإيقاف الاضطهاد عليهم بل واعترف بالديانة المسيحية واعتنقها مما جعل النفوذ المسيحي يزداد قوة وبدأت المذابح ضد اليهود مما أدى إلى هروبهم وانتشارهم في كافة بقاع الأرض حيث رحل بعضهم إلى الجزيرة العربية والبعض الآخر إلى أوروبا وإفريقيا فترة اليهود في المدينة المنورة بنو قينقاع وبنو قريضة وبنو النضير هي أسماء العوائل اليهودية التي يعود نسبها لبني إسرائيل والتي سكنت المدينة المنورة سكوا في المدينة لأن التوراة ذكرت لهم أن هناك نبيا سيهديهم للحق وسيخرج من منطقة الجزيرة العربية وفي تلك الفترة لم يكن كل اليهود من بني إسرائيل بل كان هناك يهود من أصول أخرى اعتنقوا الديانة اليهودية في عام ستمائة وعشرة ميلادية نزل الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو للإسلام في تلك الفترة حدثت قصة الإسراء والمعراج مما جعل للمسجد الأقصى مكانة هامة للمسلمين عيث أمر الله أن يكون ذلك المكان المقدس قبلة للمسلمين عندما فرضت الصلاة اعتبر اليهود ذلك تهديدا دينيا لهم لأنهم ما زالوا مقتنعين أن بيت المقدس هو ملك لهم في عام ستمائة وأربعة عشر ميلادية نجح الملك الفارسي كسر الثاني في طرد الرومان من بيت المقدس وشارك اليهود في تلك الحرب ظنا منهم أن الفرسة سيسمحون لهم بالبقاء ولكن الفرسة قاموا بطردهم بعد بضع سنين عندما علمت قريش بذلك شمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن أهل الأوثان قد انتصروا على أهل الكتاب وبعد ثلاثة عشر عاما عاد الرومان إلى بيت المقدس وطردوا الفرسة بقيادة هرقل وفرح المسلمون بانتصار هرقل على أهل الأوثان عندما دخل النبي إلى المدينة المنورة واستقر فيها أمر بإنشاء سوق للمسلمين شكل ذلك تهديدا اقتصاديا لليهود كما زعموا لأنهم كانوا يمسكون عصب الاقتصاد هناك ومنهم عوائل مسيطرة على تجارة الذهب وأخرى على الصناعة بما فيها صناعة السلاح وأخرى على الزراعة وعلى الرغم من دعوة النبي لليهود للدخول إلى الإسلام إلا أنهم كفروا به كما كفروا بعيسى وغيره من الأنبياء فبدأت مناوشات بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود بني قينقاع انتهت برحيلهم من المدينة أما بن النظير فقد حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم فشلوا فأمرهم النبي بمغادرة المدينة وفي غزوة الأحزاب قام بن قريضة بالغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبهم النبي بفرض حصار عليهم لمدة خمسة عشر يوما انتهى بخروجهم من المدينة ما تبقى من اليهود تم القضاء عليهم في غزوة خيبر ورحل من نجى منهم خارج المدينة في عام ستمائة وثلاثة وثلاثين ميلاديا وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت القدس وأصبحت القدس تحت سلطة المسلمين سمح عمر بن الخطاب لليهود والمسيحيين بالبقاء فيها ووضع عهدا بينه وبين أهل إلياء وهو ما يعرف بالعهدة العمرية التي أعطتهم الأمان على أنفسهم وأموالهم في تلك الأرض وظلت هذه العهدة قائمة طوال فترة خلافة المسلمين وهكذا نجد أن اليهود مطرودين من كل أرض سكنوا فيها فهم شذاذ الآفاق لا يستقر لهم حال إلا وطردوا أو قتلوا